يوم 17 لوحدهم جابوا كاس اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي حالا وكاس أفريقيا وما كانش فيه ولا صحة في واحد ولا كاميرا بتغطي الأحداث اللي بتحصل هناك بعد ما رجعوا آه ابتدوا بقى يهتموا بيهم وحاجات كده بتحصل لطيفة جدا لكن وهم بيعملوا هناك الإنجاز اللي عملوه وبيرفعوا اسم مصر عاليا كده ويبقى هما اللي كذبوا هو الفرقة الأولانية وجابوا ثلاث كؤوس كأس أفضل فريق وكأس أحسن لاعب في البطولة وكأس الأهداف الثلاثة احنا ليه ما مهتمش بالناس اللي بترفع رأسنا برا في كثير من المحافل الرياضية والمحافل العالمية بغض النظر حتى عن الرياضة مهتمش يغيب بس بفريق القومي العلو جميل طبعا الكرة كلنا بنحبها لكن برضو في ناس تانية تستاهل ان احنا نهتم بيهم بشكل جيد الكابتن زاهر عبد الباصط مدرب المنتخب المصري للشباب بالكرة السلة نهارك سعيد والف مليون مبروك فان نهارك سعيد ومفسي جدا على الاستضعفة الجميلة دي بس يعني احققا للحق يعني أو يعني ما بقاش يكون هل فعلا كان فيه اي صحة فيه اي حد كان بيغطي الموضوع ده لا لا ما كانش فيه حد معنا هناك خالص لا في المنزل ما فيش حد معنا لما أخدت الكاس ورجعته به لا مدينة الاستقبال كان هاي الصباحة في المطار يمكن اكتر من سبعة تمان قنوات فضائية كانت في استقبالنا وكان الاتحاد الباصكت كله برياسك كابتن محمود أحمد علي كانوا في استقبالنا وكان استقبال الى حد ما جميل يعني حضرتك كنت مدرب نادي الاتحاد السكندري ومن يناير فقط ابتديت تمسك المنتخب وبناء عليه الحمد لله جبنا كاس أفريقيا ازاي في الفترة الصغيرة دي حضرتك قدرت تعمل إنجازة نا هي تعتبرش فترة صغيرة تعتبر فترة كويسة جدا لان من ينايل غادش 14 و10 شهور تقريبا جمعنا 44 لعب بدأنا اتصرف فيهم وصلنا الـ 18 18 بدأنا نشتغل معهم طلعنا معصقبات خارجية طب احنا تونس راجعنا من تونس ورحنا توربكية راجعنا من توربكية جهزنا الفرقاء وسفرنا على رواندا كان يوم ستة البطولة بدأت يوم 8 خلصنا الفاينال كان 17 كانوا مجموعتين 12 فريق هناك تقسموا ستة وستة فرقة زنبابو يمكن انسحبت فبقى خمسة وستة كانوا يمكن كانت معنا في المجموعة بدأنا مباريات كانت لحد ما مباريات كويسة بس الولاد الحمد لله كانت فترة تجهيز كويسة جدا النتائج كانت مطمئنة جدا يعني من البداية وكان بين إن النتائج ماشي كويس طريق الماشي في طريقة الصح كان قدامنا هدفين مهمين البطولة دي مؤهلة لكاس العالم أول وثاني يؤهل لكاس العالم فكان الهدف الأولاني الوصول للمبرارة النهائية والحمد لله قدرنا نوصل للحتة دي وفي المبرارة النهائية عددتك عرف طبعا الفاينال بيبقى لي حسابات خاص فالولاد كانوا مشدودين وكان نفسهم يوجعوا بالكاس فالماتش الفاينال كان فيه شد شوية كان مع تونس اللي هي كانت معنا في المجموعة وستطعنا إن احنا الحمد لله نكسبها بفرق يمكن 13 نقطة وحصلنا بالكاس وحصلنا على الترشيح لكاس العالم مين الفرق التانية في أفريقيا اللي هما شداد فعلا في القرق السابق؟ فيه يعني في أفريقيا فيه خمس ست فرق طوال يعني أنجولا ساحل العاج وسط أفريقيا الجابون مالي سنغال دول من الفرق التقيل لأنه ملا الحمد كانوا معنا في المجموعة وستطعنا إن احنا نفوز عليهم بسكوبات كبيرة يعني ماتش أنجولا كاسبين فرق 40 نقطة هل في ماتش الأخير مثلا في الفاينال راوند بيبقى فيه جمهور كتير بيشجع جوه الملعب بتاع السلة؟ الأمانة الملعب كان مليان هناك بس كانوا الناس جايين يشوفوا الفرق اللي ما حدش عايز يكسبها يعني عاديم نستنين إننا عايزين حد يكسب الفرق ديت ومع لعيبة الجزائر بدوا يشجعوا فرق تونس إنما وصلوا من لغاية يمكن الجوت الأولاني وسلمهم لأن بعد كده استلمنا زمام المباراة وفضلنا مشين لغاية الفاينال لغاية نهاية الجيم وكسبنا الحمد لله كابت الزار يعني أنا من شوية كنا بنعمل فاكرة مطبخ كنا بنعمل أكل كده ولطيف وسمك وحاجات كده وبعد كده تكلمنا عن الروح والنفسيات اللي هي فاكرة أعرف نفسك إزاي نحفز نفسنا حضرتك إزاي بتحفز فريق منتخب مصر للشباب عشان يجيب انتصارات زي كده هو فيه مقاومات كتير لليل نكتحفز بيها اللعيبة اللعيبة نفسية بتلعب في أندية لما يبقى يتم اختياره من وسط كل الأندية لـ 12 اللاعب بس لتمثيل مصر كلمة تمثيل مصر نفسيها حافز يعني يكفر ان انت تقوله انت في منتخب مصر يعني انت من ضمن أحسن 12 موجودين على مستوى الجمهورية ده أكبر حافز بالنسبة له الحتة الثانية التجمعات بتخلق نوع من الوحانيات الدين بتبقى صلاف وقتها بنقعد أو قات الفاضية بنقعد يعني انها تشوى مع بعض في حاجات في الباسكت وفي غير الباسكت فبتعمل نوع من الأنواع الحافز العالي عند الولاد وبعدين الولاد كان عندهم حافز انهم عايزين يشوكوا في كاس العالم يعني ده كفاءة أو يشربها في أي حد ان يقدروا في كاس العالم فكان قدامهم الحافز يعني مرسوم قدامهم وماشوا فيه والحمد لله حققوا كنتظهر ازاي نعمل يعني زي نوع من التكسيف التدريبات عشان نجيب في الآخر كاس زي الكاس الجميل اللي قدامنا بعد والله هو الاتحاد ماشي يعني بقالنا سنتين أو ثلاثة ماشيين في خطرة كويسة بعد احنا عادنا فترة عرش كرة السلة تهزي يعني يمكن انجولا كثيرا المسيطرة على عرش كرة السلة الفترة اللي فات فبدأ الاتحاد يبدأ سياسة جديدة انه بدأ يهتم بالقاعدة بالقاعدة الناشئين ودلوقتي اعتقد عندنا ثلاث أجيال أو أربع أجيال أبطال أفريقي يعني عندنا جيلين واحد وكاس عالم وان شاء الله ده الجيل التالت فاعتقد ان ان شاء الله على السنة الجاية هتسيطر تماما على عرش كرة السلة الأفريقي بس مطلوب الكلام ده يبقى فيه بقى دعم وتركيز وسفريات خارجية معسكرات خارجية كتير احتكاكات مع مدارس أخرى يعني مش مطلوب ان انا احتكي مع أفريقيا بس لان انا أفريقيا خلاص انا بطل ومطلوب ان انا احتكي مع مدارس وربا اسيا امريكا عشان اقدر ارفع من المستوى عشان اقدر حتى لما شارك في كاس العالم اقدر يعني انقل نفسي من بوزيشن لبوزيشن تاني طيب كابتن معلش يقولي واحد اتنين تلاتة اربعة او خمسة او ستة عشان منتخب مصر للشباب في السلة يجيب كاس العالم محتاجين ايه لا محتاجين حاجات كتير كاس العالم انت حسبيا احنا في الترتيب المفروض احنا العاشر اول حداشر فالحداشر في قدامك حداشر وخطوة فوق منك عشان تبدأ ما ينفعش مكسر الحداشر وخطوة كده على طول مطلوب الاول السياسة اللي احنا ماشيين بيها اعتقد يعني هي اعتقد وقت طويل شوية انما في طبيقها للصح احنا عندنا بس مشكلة واحدة او الدول العربية كلها عندهم مشكلة واحدة عندهم الكوار من من واحدة كوارة القادم دين من واحدة فالاهتمام بيبقى منصاب بال100% للكوارة فالالعاب التانية بتبقى العاب شهيدة ودايما مكتوب عليها الالعاب الشهيدة انما اعتقد لو بدأهم يعيدوا حساباتهم وتسعين في المية كوارة وعشر في المية بس العاب الشهيدة اعتقد العاب الشهيدة هتعمل انجازات مش هتقدر بقوة القادم انها تجيبها يعني الباسكت احنا ماشيين في طبيقنا صح السنة اللي قبل الفات التنعين الحداشر ان شاء الله عندنا هدف مع الفيب اديات ان احنا نخش التمانية على الال ويبقى انت ماشي في طبيق الصح تمانية تقدر تخش الستة وبعد كده هتفكر ان شاء الله ان احنا نقدر نجيب كاس عالم هنا الكابتن زاهر عبد الباسط مدرب منتخب المصري للشباب لكلة السلة شكرا جزيلا للوقت الصغير ده واسمح لنا ان احنا بعد الفاصل سريعا كده هنستقبل اتنين من ابطال الفريق بتاعك شكرا جزيلا شكرا جزيلا فاصل سريع ونرجع تاني ليه احمد حمدي ومحمد المعتز اللي شاركوا في منتخب مصر الشباب في السلة في افريقيا وجابوا الكاس اللي حضراتكم شايفينه قدامكم فاصل سريع وراجعيني